لسه بنتكلم على أخلاقنا الحلوة لسه بنتكلم على مبادرة الأخلاق الجميلة وإحنا قلباً وقالباً مع هذه المبادرة اللي هو الله إيه الجمال ده رجعنا نسمع تاني الأفلام الحلوة بتاعت زمان رجعنا نسمع تاني مصطلحات ومفاهيم كنا وحشانة عارفيني الوحشة اللي هي الحاجات الحلوة دي اللي وحشانة قوي وحشان الحياء البنت وحشنا نخوة الشاب وحشنا خوف ابن الجيران على جرته صحيح وحشنا احترام الكبير والاحتواء الصغير يعني الحاجات الجميلة دي أستاذ أحمد كنت بتقولي على أن العشوائيات يمكن طلعت السلبيات يعني إحنا دولوقتي بننهي العشوائيات والسيادة الرئيس يعني بننهي كل مناطق العشوائية وخلى لهم فعلاً حياة كريمة حياة كريمة مدارس كريمة شكلها حلوة وجميلة حضانات حلوة أندية وملاعب الحياة الكريمة كما يجب لكن أنا برضو أرجع تاني أقولك أن الحارة المصرية كان نجيب محفوظ بقى وما نعدش كان بيطلع منها الحاجات الحلوة قوي يعني هل الحارة تغيرك كمان يعني يعني العشوائيات دي لأن تلعب الحارة يبدو برضو أنه العشوائية دي هي اللي طاغت على سلوك الحارة لكن خليني أقولك برضو أنتي مهما منين ما هتمشي في مصر هتلاقي في حتة جدعانة يعني أنتي بتسافري والناس اللي بتسافر بتشوف في موقف هيحصل لك هتقول يا أنا لو كنت في مصر ما كانش ده حصل لي